اشتركوا في القناة سموه أكد أن هذا الصعود جاء نتيجة منطقية لتكاتف مجلس إدارة النادي بروح الفريق الواحد مع عضاء الجهازين الفني والإداري وتوفير البيئة المثالية أمام اللاعبين للظهور بالصورة الفنية المتميزة التي ضمنت للفريق الصعود والحصول على لقب الدور الإسباني وقال سموه المتتبع لمسيرة فريق قرطبا خلال الموسم يدرك تماما حجم العمل المنظم من قبل منظومة النادي والتي وضعت أهدافا واضحة سعت بكل قوتها لتحقيقها ومن بينها بناء فريق قوي فني ومطعم بالنجوم قادر على العطاء طيلة مباريات الموسم وتقديم المستويات البارزة التي تؤكد قدرته على المنافسة أملا في الوصول إلى الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة وهي الصعود إلى بريميرا ريف وتبع سموه لقد أثبت نادي قرطبا جدارته بعد عمل طويل تواج بهذا الإنجاز مع تقديرنا للجهود التي بذلها الجهاز الفني والإداري للفريق وعمله الدؤوب بالإضافة إلى جهود اللاعبين الذين قدموا مستويات بارزة طيلة فترات الدوري وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى إنجاز الفريق يدفع على التفاؤل بالمستقبل حيث يمتلك نادي قرطبا العريق حاليا إدارة واعية وتعمل بصورة محترفة وجهازين فني وإداري مدرك لحجم المسؤوليات بالإضافة إلى لاعبين متميزين فنيا وبدنيا ويمتلكون نظرة إلى الإنجازات وكلنا ثقة بقدرة الفريق على مواصلة طريق الإنجازات وتحقيق المزيد من الأهداف المرسومة له مضيفا أن تواجد الفريق في دوري بريمير على الريف سيسهم في تسليط المزيد من الأطواع على مملكة البحرين وما تحققه المملكة من إنجازات في مختلف المجالات بما فيها الجوانب الرياضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر